لليوم السادس على التوالي تواصلت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة مدن وقرى فلسطينية احتجاجا على قرار ترامب الأخير واندلعت عدة مواجهات في مخيم العروب وبلدة سعير في الخليل حيث اعتدى الجنود على طلبة المدارس واعتقلوهم بالقرب من المسجد الإبراهيمي في المدينة بالإضافة إلى وقوع مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم المحتلة اشتركوا في القناة